يعني بعرفش قديش أو من وين أبدى لكن في الحديث عن موضوع مهرجان جرش بهذه الظروف اللي احنا فيها أصبح الواحد مش قادر حتى يحكي كلمة مهرجان جرش لأن مجرد أنه بتحكي أنه بدك تحكي يا خضل مهرجان أنا بحكي اليوم كمحاور كل وجهات النظر وبالذات وجهة النظر متعلقة بأنكم وصلتم إلى نقطة قررتم فيها ابقاء المهرجان هل كان هناك أصلاً خيار للغاء؟ أولاً مساء الخير مساء الوقت وشكراً دكتور وأنا سعيد أني موجود مع حضرتك فعلاً لإظهار كل ما هو مطالبين بالإجابة عليه أنا لا أعتقد ضمن الخيارات كان هناك بمعرفتي بالأشياء لما كان هناك خيار للغاء لمهرجان جرش طبعاً هناك مجموعة وجهات نظر بهذه القصة وأسأبدأها من قصة من قصة يعني أنا كثير تأثرت فيها عندما بدأت بتجهيز للبرنامج كان مضم للناس الموجودين معنا واللي مأتز بمشاركتهم فرقة اسمها فرقة صول نعم هاي الفرقة هي من قلب غزة فنتحدث طبعاً هم أصدقاء وكانوا معنا برضو بالموسم الماضي فبعثوا لي فيديو بيقولولي هاي نحن قاعدين من نتدرب تحت القصف وبعثوا بحديث نحن باقون الحياة ستستمر نعم سنفرح ولن تستطيعوا أن تكتموا أفواهنا نعم يعني تتخيلش هذا الفيديو قديش كان له تأثير إيجابي بالنظرة للأشياء